اشتركوا في القناة غيبت عن اليمنيين لما يزيد عن سبعين عاما لا اثر لها في الارشيف الرسمي للدولة وتخلو كتب ومراجع النخبة اليمنية من تفاصيل احداثها اي اننا لا نملك قصة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على بصات الريح هي صفقة سرية نجحت خلالها الدولة الاحتلال الاسرائيلي من تهجير عشرات الالاف من يهود اليمن الى فلسطين في هذا الفيلم نتتبع تفاصيل تلك الصفقة منذ لحظة التخطيط لها مرورا بالدول والشخصيات التي ساهمت في اقناع يهود اليمن للهجرة الى بيت المقدس ووصولا الى مشاركة الطيران التابع للامام احمد حميد الدين في اليوم الاخير من العملية قادنا هذا البحث الذي اعتمدنا فيه على وثائق الارشيف الاسرائيلي والبريطاني والامريكي للوصول الى الكثير من الشواهد والدلائل والتي تثبت تورط عدد من الشخصيات التي تولت حكم اجزاء من اليمن في تلك الحقبة من الزمن ومن ابرزهم الامام احمد بن يحيى حميد الدين ملك المملكة المتوكلية وحسين الهبيلي امير الامارة الهابيلية الهاشمية في شبوى وسلطان لحج عبد الكريم العبدلي وسلطان العواذل في ابيان صالح العوذلي خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين لم تكن هجرة يهود اليمن الى فلسطين خيارا وحيدا فهناك الكثير من العائلات فضلت الهجرة الى بريطانيا وامريكا والهند وغير ذلك تلك المرحلة لم تكن اسرائيل قد وجدت بعد الدوافع الدينية كانت متراجعة لصالح الدوافع الاقتصادية اليهود في اليمن كجزء من الشعب اليمني كان يعاني الضائقة في حظ الحكم الائمة كان اليهود والمسلمون أيضا يبحثون عن فرص خارج حدود الدولة وبالتالي كان هجرتهم في هذه المرحلة تحديدا دوافعها اقتصادية أكثر منها دوافعها دينية أنا أعتقد أن عملية تهجير اليمن فعلا كانت عملية منظمة من الوكالة اليهودية طبعا ومساعدة أطراف دولية مثل بريطانيا ومثل الولايات الأمريكية بكل تأكيد لا ننسى أن مؤتمر بلتاليمور في الولايات الأمريكية في عام 43 أقر هجرة 100 ألف يهودي وكان طبعا عدد اليهود في اليمن ربما من أكبر الأعداد الموجودة التي يمكن أن يتم تهجيرها إلى فلسطين اليهود اليمنيون هم يهود أقرب إلى المدرسة اليهودية الأولى المدرسة التي هي على خلاف مع فكرة الحركة الصهيونية لأن الحركة الصهيونية حركة سياسية متطرفة تسعى لإيقاد وطن بديل اليهود بينما اليهود اليمنيون هم ينتمون إلى الديانة اليهودية التي لا ترى بوجود أو ضرورة وجود أرض خاصة باليهود هم يعيشون في المجتمعات التي وجدوا فيها باعتبارهم مواطنين لهذه الدول وبالتالي أنا باعتقد هذه النقطة المركزية في تفكير اليهود الذي يختلف عن الحركة الصهيونية هو كان من دوافع هجرة اليهود إلى غير فلسطين يعني هاجروا إلى بريطانيا إلى الأولادة المتحدة إلى أستراليا إلى الهند إلى أفريقيا إذن لم تكن هناك دوافع تلقائية لدى المجتمع اليهودي في اليمن للهجرة إلى بيت المقدس بقدر ما كانت عملية منظمة وممنهجة برعاية الوكالة اليهودية شبه الحكومية والمسؤولة عن تنسيق هجرة اليهود إلى فلسطين وبتمويل من لجنة التوزيع المشتركة اليهودية الأمريكية وبتعاون منقطع نظير من قبل أركان المملكة المتوكلية يهود الغربة الذين نقالوا اليهود الإشكنازة الذين يسموا هم يهود بالأساس أصبحوا مواطنين غربيين يعني في ألمانيا في بريطانيا في أمريكا وبالتالي لهم مصالح في الوجود هناك ويعتبرون أنفسهم قوز من هذه المجتمعات وكان هجرتهم إلى الشرق أو إلى فلسطين هي هجرة قليلة وضعيفة وكان تشبه به هجرة استكشافية يأتون إلى فلسطين يكتشفون هل فلسطين قابلة للعيش أو لا فيعودون وبالتالي كان الهدف المركزي للحركة الصهيونية هو استقطاب اليهود العرب اليمنيين والمغاربة وحتى اليهود الحبشة أو ما يسموا بيهود الفلاشة في فيلم اليهود والإمام عرضت قناة يمن شباب وثائق تكشف تورط الإمام يحيى بن حميد الدين في رفض ودعم مشروع الصهاينة العالمية لاحتلال فلسطين بواحد وثلاثين ألفاً وثمانمائة وستة وعشرين من يهود اليمن لاستيطان بيت المقدس لدينا إحصاءات تقول أنه بريطانيا تمكنت أو عفواً يعني الوكالة اليهودية تمكنت من تهجير على الأقل 30 ألف يهودي في فترة الانتداب البريطاني يعني من عام 1917 إلى عام 1948 وقبل ذلك كان يعني يعني هناك مهام لبعض العمال الوكالة اليهودية أو بعض الناشطين فيها استطاعوا تهجير يعني أحياناً أرقام مثلاً في خمسمائة يمني عام 1912 من خلال يعني يعني رجل الأعمال أو الحاخام صموئيل يفنائيلي وهناك أرقام أخرى تم تهجيرها لكن الرقم الكبير طبعاً هو رقم عملية بساطة الريح والآن نكشف في هذا الفيلم عن مزيد من الأدلة والتي تثبت تفوق الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين على والده في دعم عملية الاستطان وتثبيت أركان الدولة الصهيونية الوليدة وذلك عبر تهجير ما يزيد عن خمسين ألفاً من يهود اليمن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وكيف مضى الإمام أحمد في إتمام تلك الصفقة التي ظلت تفاصيلها مبهمة لردح من الزمان لم يتاح لليمن في تلك المرحلة من بناء دولة ذات مؤسسات تؤرشف لنشاط الأشخاص والمؤسسات فيها هذا أولاً وهو عامل كان ممتد وحاضر ربما إلى فترة قريبة العامل الآخر في تقدير أنه تيار سياسي معين وقعت هذه الحادثة في أثناء حكم الإمة لم يرغب هذا التيار في إبراز مثل هذه الحادثة التي تتصادم مع وجدان اليمنيين والوجدان العربي والإسلامي بشكل عام وبالتالي حدث نوع من التجهيل نحو هذه الحادثة وعدم تسليط الأضواء عليها لدوافع سياسية على نحو الذي ذكرنا بالتالي كل الوثائق التي كانت حول هذه العملية أصبحت في عداد الوثائق السرية التي لم يكشف عنها بعد وبالتالي أيضاً في القانب الآخر لم يكن هناك دولة في قنوب اليمن حينها بمعنى آخر كانت عدن مستعمرة بريطانية وكل أوراق العملية التي تمت في عدن أدريقات ضمن إرشيف المملكة المتحدة البريطانية بفشل ثورة ثمانية وأربعين الدستورية وإعلان الإمام أحمد نفسه ملكاً على اليمن كان مصير رواد الحركة الوطنية بين الإعدام بحد السيف أو الإخفاء القصري في سجون حج أو النفي وفشل هذه الثورة بتلك الطريقة التي رأيناها واحدة من المخاوف التي دفعت الإمام إلى أن يقدم خدمات للاستعمار البريطاني في عدن ويقدم خدمات عموماً للمنظوم الاستعماري حينها من الصهيونية إلى الولايات المتحدة إلى البريطانيين إلى غيرهم فكانت عملية بساطة الريح هي اختبار حقيقي لانخراط الإمام فباعتقادي أن الإمام كان مدفوع من هذه المخاوف كيف يحافظ على عرشه من خلال التشبيك مع المخابرات الدولية التي أيضاً طرحت ضمانات للإمام باستمراره في الحكم بالطريقة التي رأيناها بإخماد المعارضة اليمنية بدى الباب مفتوحاً على مصراعيه لتلبية تلك الرغبة الملحة للمنظمة الصهيونية في تقدير الشخصي أن الأنظمة الضيقة غالباً لا تضيق الآخر والأنظمة الضيقة غالباً تكون نظرتها أنانية بمعنى أنه المهم أنه ينتهي سطع وجود يهود في اليمن كما يتصوره أن يكون ذلك على حساب فلسطين أن يكون ذلك على حساب المسلمين في فلسطين أن يكون على حساب الاستقرار في منطقة العربية هذا أمر لم يكن وارد في ذهن الإمام أحمد وإلى حد ما في ذهن الإمام يحيى في تلك المرحلة لدواعي أنانية بدرجة أساسية التركيز على أنه يحكم اليمان يمالئ البريطانيين يتخلص من اليهود لأن هذا النوع من التيار لديه شكوك لدى الآخرين أين كانوا حتى لو كانوا مسلمين فمالك غير مسلمين عاشية إعلان المجلس اليهودي الصهيوني إقامة دولة إسرائيل بلغ عدد يهود اليمن حوالي 32 ألف مستوطن تعلن مصر والأردن والعراق ولبنان وسوريا والسعودية رفضها للقرار وتشن قواتها الحربية أجوماً كاسحاً على المستوطنات اليهودية في فلسطين وعلى الفور سارعت مصر على إغلاق قناة السويس بوجه السفن الإسرائيلية وهو ما أعاق عملية تهجير يهود اليمن من عدن اجتماع مغلق يضم حاكمة مستعمرة عدن ريجنالد شامبيون والإسرائيلي جوزيف سايمون مدير المخيم ومبعوث الوكالة اليهودية يوسف صادوق للبحث عن مسار آخر لتنفيذ العملية في تعز تنشأ علاقة وطيدة بين الإمام أحمد والحاخام شالوم المنصورة تواصل الوكالة اليهودية عبر مكتبها في عدن مساعيها لتجنيد عدد آخر من اليمنيين للعمل لصالحها عندما التقيت بهم أخبروني أنهم سبق وانا استعانوا بوكيل الاستثمارات الإمام أحمد التاجر الجبلي وكذلك جاءوا لعدد من الأشخاص المقربين من الإمام أحمد بن حميد الدين حتى تقوم بإقناعه برغبة الوكال اليهودية في ترحيل يهود اليمن إلى إسرائيل يتمكن موظف الوكالة من إقناع رجل الأعمال أحمد القريطي في العمل معهم لتهجير يهود اليمن قالوا أنهم يريدوا أن يرحلوا اليهود اليمنية الموجودين في معظم المناطق والقرى اليمنية إلى إسرائيل وأنهم أختاروني لإنجاز هذا المهمة مقابل أتعاب مالية أحصل عليها لاحقا استعنا بممثل لقراءة نصوص تلك المقابلة طلبوا مني أن أساعدهم في ترحيل الموجودين من اليهود اليمنين إلى إسرائيل وكذا الاتصال بهم وتجميعهم من مختلف المناطق والقرى التي تواجدون فيها وبعدين أقوم بنقلهم إلى عدن وقد أكد لي مسؤول والجمعية والوكالة اليهودية أنهم سيتكفلون بدفع جميع النفقات المالية والمصارف اللازمة لذلك يعود تاريخ هذه المقابلة التي نشرتها أسبوعية الراية القطرية إلى ديسمبر كانون الأول 2006 يبعث القريط برقية إلى الإمام أحمد يشرح فيها تفاصيل العرض المقدم من ممثلي الوكالة اليهودية بعد الاتفاق الذي تم بيني وبين مسؤولية الجمعية وبين مسؤولية الوكالة اليهودية أرسلت برقية إلى الإمام أحمد أطلع فيها على ما تم بيني وبينهم في عدن وكان نص البرقية مولانا أمير المؤمنين أيدكم الله لقد اتفكت مع الجمعية اليهودية في عدن على إخراج اليهود من تبقى منهم هل يأذن لي أمير المؤمنين؟ سيرافقنا في الحديث عن تفاصيل تلك المقابلة الصحفي نبيل الكميم وهو الوحيد الذي تسنى له إجراء مقابلة صحفية مع الراحل أحمد القريطي والصدفة قادتني إلى معرفة شخصية وهوية أحمد القريطي الحاج أحمد القريطي من خلال جلسة جلسة اجتماعية كان يتم فيها الحديث حول كثير من القضايا ومن بينها قضية اليهود وماليهودية فذكر أحدهم اسم الوالد الحاج أحمد القريطي وقتها لمعت في ذهني هذه الفكرة من هو أحمد القريطي ماذا كان يعمل ما دورة ما هي المهمة التي قام بها بإغلاق قناة السويس تبحث منفردة كل من بريطانيا وأمريكا ودولة العدو الصهيوني عن خطط بديلة لتهجير يهود اليمن يصل مبعوث الحاكم البريطاني لمستعمرة عدن إلى تعز بهدف التفاوض مع الإمام أحمد تقتضي خطة إنجلترا بالسماح لليهود بالسفر إلى الخديدة والانتقال منها بحرا لجزيرة كامران الخاضعة حينها للإحتلال الإنجليزي ومن هناك يتم الانتقال جوا عبر الطيران البريطاني كان الخيار اللقوي للطيران لأن الطيران كان حينها أسرع وأجدى صحيح أنه كان العملية مكلفة ماليا لكن بالنسبة لهم كانت آمن لأنه لا يضمنون آمن النقل اليهود وخاصة بعد مجزرة عدن التي حصلت والمواقهة التي حصلت بين المواطنين في عدن وبين اليهود حينها ورحض حياتها تقريبا 82 يهود حينها فاعتقادي أنه كان الجانب الهاجس الأمني بالنسبة لليهود أو للوكالة اليهودية حينها كان أنا أعتقد هو السبب والدافع الرئيسي في تحويل العملية أو عملية النقل إلى القوة وليس إلى البر أو البحر أنا أعتقد هذا الدافع الذي أوقف نقلهم عن طريق القزيجات كاميران تعلن إسرائيل عن تأسيس طيران العال الإسرائيلي وتسعى الشركة لتولي عملية نقل اليهود جوا من مطار عدن لكنها تتراجع استخدام الطيران العال الإسرائيلي المباشر كان بنجهة النظر المنظمة السوينية مثل خطر بإمكانية تعرضها للقصف جوي تعرض هذا الطيران للضرب من قبل القوات الأيمن يعني مصر على سبيل التحديد نتيجة أنه كان هذا الأمر كان فيه نوع توتر عالي في المنطقة بعد حرب عام 1948 كانت كل المجتمعات العربية غير متقبلة لهذا الفكرة تماما قيام دولة إسرائيلية في فلسطين وكانوا خايفين جدا مما أضطرهم أيضا فكرة الخطوط القوية الإسرائيلية العال حينها كانت فكرة وليدة وبسيطة يعني لم تكن تمتلك المكانيات الكبيرة التي تؤهلها القيام بهذا العمل بعملية بهذا الحجم على إثن ذلك تمكنت شركة طيران ألاسكا الأمريكية من إقناع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتولي المهمة ترفض سلطة الاستعمار الإنجليزي في عدن ذلك وتضع العراقيل خلال شهر يونيو حزيران 1948 توجهت شركة ألاسكا إلى السلطات البريطانية في عدن وطلبت الإذن بالموافقة على الهبوط وتعبيئة الوقود لكن السلطات البريطانية رفضت ذلك لأنها أرادت أن تتولى تنفيذ عملية النقل الشركة الرسمية لطيران البريطاني بعد مفاوضات طويلة توافق سلطات الاحتلال البريطاني على منح شركة ألاسكا ترخيص الهبوط شريطة أن لا تتزود طائراتها بالوقود من مطار عدن تتخذ شركة الطيران الأمريكية من أسمراء في إيرتيريا محطة للتزود بالوقود بحثنا عن الأسباب التي قادت المستعمر البريطاني في عدن للرضوخ لتلك الضغوطات الأمريكية يذكر مساعد وزير الداخلية الإسرائيلية جاكوب فانشتاين في مذكراته والتي نشر أزاء منها في الصحافة الإسرائيلية بعضا من تلك التفاصيل المغيبة وصلت إلى عدن في الثاني عشر من مايو أيار للعام 1948 من أجل السماح بهجرة يهود اليمن كانت مهمتي تقتضي الحصول على موافقة ثلاث جهات الحاكم البريطاني ومساعده في عدن حكام السلاطين الذين كانوا على يهود اليمن أن ينتقلوا عبر أراضيهم ملك اليمن الإمام أحمد يمضي فانشتاين نحو تنفيذ المهمة الموكلة إليه ويرد الإمام أحمد على برقية القريطي جاءني الرد من الإمام وكان نص البرقيه بعد وصولكم وتوكل على الله وهذا يعني أن الإمام أحمد يريد مني أن أسافر إليه أولا إلى تعز وبالفعل غادرت عدن وتوجهت إلى الوقت تعز كما كان يسمى أنا ذاك وكنت قد أحضرت معي هدايا الإمام أحمد من عدن بتمكن فانشتاين من إقناع سلطات الاحتلال البريطاني من استخدام مطار عدن كقاعدة جوية سعى نحو تنفيذ مهمته الثانية فقام بإجراء مفاوضات مع سلطان العواذل وسلطان الأحج وأمير الإمارة الهبلية الهاشمية بعد بضعة أيام من المفاوضات وبعد عدة اجتماعات طويلة حصلت على موافقة الحاكم البريطاني ومساعديه على هذه العملية على الفور وفق سلطان العواذل صالح العوذلي على التعاون مع ممثلي دولة الكيان الصهيوني وأظهر شريف بيحان كما وصفه فانشتاين تعاطفاً مفرطاً مع قضية إسرائيل التقيت بسلطين لحج والعواذل وأظهر شريف بيحان تعاطفاً مفرطاً مع قضيتنا بدأت المرحلة الثانية بخطة اتفق عليها الإمام اليمني والبريطانيون في عدن وصلاطين المحميات وإسرائيل ومجلس التوثيق كانت الفكرة أن يغادر يهود اليمن بشكل قانوني إلى عدن في عملية منظمة وتدريجية وبهذه الطريقة يمكن منغ الصعوبات التي واجهتها الهجرة غير الشرعية في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي بن جوريون وهو أول رئيس وزراء صهيوني في الكيان الإسرائيلي أرسل مبعوثاً خاصاً له إلى اليمن في عام 1949 لما وجد أن المهاجرين الإشكناز أو اليهود الأوروبيين ليسوا راغبين في العمل في الزراعة والعمل في الحرف اليدوية وكان مسائن جداً من سلوك اليهود الأوروبيين فاستعاد عن ذلك بيهود اليمن وبعث الدكتور جاكوب فينكشتاين لحاكم عدن في ذلك الوقت لكي يتفق معه على مسألة التهجير وهي العملية التي في النهاية أسفرت عن عملية بساط الريح التي تمت بين عامي 1949 وعام 1950 وصلت القافلة الأولى من اليهود يوم الثلاثاء الخامس من يوليو تموز 1948 عبر مدينة البيضاء مروراً بمنطقة مكيراس وصولاً إلى عدن وبلغ عددهم 252 شخصاً يلتك الإمام أحمد في قصره بتاعز برجل الأعمال أحمد القريطي أطلعت الإمام على تفاصيل اللقاء الذي تم في عدن وما تم الاتفاق عليه مع الجمعية والوكالة اليهودية فقال لي توكل على الله وحين طلبت منه معونه أمر بتعيين جنود لمرافقتي كحراسة كما تم إبلاغ نوابه في مختلف المناطق بمهمتي وأمرهم بتقديم العون والمساعدة لي لإنجازها عملية مصاد الريح استمرت قرابة العامين والعملية التي بدأها الحاج أحمد بدأت في عام 48 أو منتصف 48 مارس 48 أوعز فانشتاين ليوسف صادوق بزيارة الإمام أحمد في تعز وطلب من الحخام شالوم المنصورة مساعدة صادوق على ذلك كان يوسف صادوق يحرص على ارتداء الأزياء اليمنية وحك في مذكراته عن ذلك الغطاء الذي تمكن عبره من التسلل إلى تعز تمكنت من التسلل إلى اليمن بموجب تصريح خطي من الإمام أحمد عن طريق شالوم يعيش المنصورة احتوى نص تصريح الإمام على السماح ليوسف صادوق بزيارة اليمن للوفاء بنذره بالصعود إلى قبر الحاخام شالوم الشبزي في تعز استناداً للوثائق التي حصلنا عليها يوافق الإمام أحمد على طلب ممثلي دولة الكيان الصهيوني ويسمح بهجرة يهود اليمن لاحتلال فلسطين في يناير كانون الثاني 1949 وافق الإمام أحمد على خروج اليهود ولكن حتى شهر إبريل نيسان لم تصدر الموافقات الرسمية نشر الإمام أحمد في مايو أيار 1949 مرسوماً رسمياً يسمح لجميع اليهود بمغادرة البلاد تتجلى تلك الحقيقة على قساوتها من خلال ما نشرته صحيفتها آرتس الإسرائيلية والتي كشفت عن تصريح رسمي ناله يهود اليمن من الإمام أحمد للهجرة إلى فلسطين المحتلة قال السيد أوليم إن ملك اليمن أحمد حميد الدين أصدر تصريح لجميع يهود اليمن بالهجرة إلى إسرائيل من الحقائق التي كشفها في الحوار الذي أجرته مع الحاج أحمد أن هناك ما يشبه الضغط أو الدفع باليهود اليمني ليس في اليمن للمغادرة وإنما في مختلف البلدان العربية وكان الهدف منهم توطينهم في إسرائيل وأحلالهم في أرض هي ليست لهم هذه من الحقائق التي رغم أنهم لم يكنوا يتعرضوا لمضايقات كثيرة أو لمحاولة فرض إملاءات عليهم داخل اليمن لكنهم على ذلك دفعوا إلى الهجرة إلى إسرائيل أما بالترهيب وأما بالتخويف وأما بالضغط أو بالإغراء حصلنا وبشكل حصري على هذه الوثيقة التي تحمل خط وتوقيع الإمام أحمد يعود تاريخها إلى الثالث والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين وتضمنت هذه الوثيقة توجيه الإمام أحمد بالسماح لليهودي يوسف صادوق بالذهاب إلى عدن والعودة بعد عشرة أيام لتهجير اليهود هذا الضيق فكراً والأنانية سياستان هي التي دفعت الإمام أحمد للتورط في مثل هذا العمل المخزي هذا العمل يعني وصمة عار في جبين حكم الإمام أحمد وحكم الأئمة بشكل عام لم يعطى حقه في البعد الشعبي وكأنه الكثير من اليمنين باستثناء الحادثة الشهيرة والنكتة الشهيرة حق القريطي الذي كان تاجر اليمن الذي تعاقد مع الوكالة اليهودية لجمع اليهود من مختلف مناطق اليمن تحت إشراف الإمام أحمد ونقلهم إلى عدن أنه لما فشل في منطقة آنس تدخل المجتمع يعني وجاهات المجتمع مشائخ آنس وأجهضوا رغبته أو جهوده في نقل اليهود آنس إلى عدن أبرق إلى الإمام يحمد في تعزب يقولون أنه اليهود آنس أسلموا والقريطي يتيهود باستثناء هذه النكتة وهذا الحدث الذي هو فكاهي الذي خرج من هذه الحادثة السوداء هذا الذي بقى في وعي الشعب البقية تفاصيل هذه الهجرة دوافعها الجهود التي بذلت فيها يعني ظلت دي طي الجهل لم تكن موافقة الإمام أحمد بالسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين تكفي كان لابد من دفع مزيد من الرشاوة لمن يتحكم بمناطق خطوط السير ويقوم بالتقطع لليهود وتحديداً فيما يعرف حالياً بالضالع تم ضبط مجموحة من اليهود المهاجرين وهم في طريقهم إلى عدن ولم يسمح لهم بالمرور إلا بعد إعطاء رشاوة كنت أقوب بدفع رسوم مقابل السماح لهم بالخروج من بعض المناطق والسلطنات في الجنوب في سلطنة لحج والضالع بعد أن تسنى للصهيونية وعملائها تأمين ممرات آمنة لهجرة اليهود تدفقت نحو عدن قوافل المهجرين عبر ثلاثة خطوط انطلقت قوافل القادمين من الشرق نحو الإمارة الهبلية الهاشمية في بيحان حيث كانت تنتظرهم طائرات بريطانية لنقلهم إلى عدن وإلى مكيراس ثاني أكبر مدن سلطنة العواذل اتجهت مجاميع اليهود للإقلاع من مطارها نحو عدن فيما كان المصار الثالث عبر تعز مشيا على الأقدام وصولا إلى سلطنة لحج حيث تولت الشاحنات والعربات عملية نقلهم إلى مدينة عدن الأمراء الصلاة والسلطنات المذكورة هما كانوا تحت الاحتلال البريطاني وبالتالي يعني يدارون بشكل أو بآخر من قبل الاحتلال البريطاني إضافة إلى ذلك كان الوع غائب في هذه المرحلة الحارجة من التاريخ وبالتالي كان إسهام المجتمع في مقاومة مثل هذه الأعمال ضعيف إلى حد كبير باستثناء الدورة التي يقام بها مشايخ آنس لم نلمس أي دور لا للسلاطين ولا للوجاهات الاجتماعية أخرى ولا للآخرين هذا السماء من أفضل ليلة ما غير نحن وحدنا لا تخرجونا ديني قرانا والسكنها غيرنا أعننت حكومة سيف الإسلام الحسن بن يحيى حميد الدين رسميا في صنعاه كل يهودي يجوز له مغادرة البلاد نهائيا بشرط أن يبيع ممتلكاته أولا بالطبع لا يمكن إغفال أن يكون هناك بعض الأشخاص أو بعض الأشخاص ممن هم قريبين من سلطة الحكم أو على صلة بالنشاط السياسي للحكم أن يكونوا متورطين أو متعاونين أو متواطئين مع ما تم في عملية ترحيل لهودي المالي لأنها مثل هذه العملية لا يمكن أن تتم بمعزل عن مساعدة جهات وأشخاص مرتبطين بحكم الأئمة هذا شيء طبيعي متعاونين أو مجبرين متعاونين أو مجبرين على أن ينفذوا أن ينفذوا ما يمنع عليهم من توجيهات من قبل الإمام الذي سمح للقريطي أن يقوم بعملية السفر إلى مختلف المناطق التي يتواجد فيها اليهود اليمنيين وحفظهم على السفر إلى إسرائيل وكان كلما يلتقي بمجموعة منهم يظهر لهم خطاب من الإمام إلى من كانوا مسؤولين في المناطق من نواب الإمام من كانوا يسمونه بنواب الإمام الذين سهلوا له مهمة الالتقاب اليهود والذي سهلوا له الوصول إلى تجمعاتهم والالتقابهم تظهر هذه الصور عزاء من المخيم الإسرائيلي في عدن كان هو المخيم الوحيد الذي تمكنت الصيونية من إنشائه في دول العالم الإسلامي ترجمة نانسي قنقر فترة وجيزة وتنطلق عملية على بساط الريح أو ما يعرف بأجنحة النصور حسب تسمية يهود اليمن والنتيجة ثلاثمائة وثمانون رحلة جوية نقل على متنها ما يزيد عن خمسين ألفا من يهود اليمن على مدى ستمائة وستين يوم لا أعتقد أنه الوشالي ما قام به إلا بعد أن قام العم أحمد بإنجاز المرحلة الأولى من ترحيل اليهود اليمنين والذي وصل حدثهم إلى 12 ألف يهودين ومن ثم قامل وشالي فيما بعد بتكليف التاجر مفتاح أو أحداً لهوده يسويه ويلوكب مفتاح بإتمام العملية يعود تاريخ هذه الصورة إلى الأول من نوفمبر 22 من عام 1949 اليوم الأول من العملية تمكننا وبشكل حصري من الحصول على هذه المشاهد التي تعرض لأول مرة والتي توثق لحظة مغادرة عشرات من يهود اليمن على متن خطوط طياران ألاسكا الأمريكية ألغن مارن لونغ هو أول طيار ملاحي استعانت به ألاسكا شارك مع طاقمه في نقل 18 ألفاً من يهود اليمن حصلنا وبشكل خاص على مادة فيلمية يتحدث فيها الطيار الأمريكي لونغ عن أجزاء من تفاصيل تلك العملية هل نحن نحن أبداً من جينة، لكينا إلى إسرائيل فينزل وفبوري في أسنف الحصول لحصول أنا أخطأ، أخطأ، في مهات نحن نحن هنا في الأنفاور وهي الآن يوجد بنغرين عندما أصبحنا كانت تفاصيل خطوط طبيعي وقد قالنا نجد إلى أدن كانت تتسع الطائرة لحمولة ستين راكباً بشكل طبيعي لكنها كانت تقلع على متنها ما بين 120 إلى 160 راكباً في كل رحلة تخشى أمريكا على مصالحها مع الدول العربية وتقرر وزارة خارجيتها منع طيران ألاسكا من الاستمرار في نقل يهود اليمن من عدن إلى فلسطين تنزعج حكومة دولة الكيان الصهيوني ويصل موشيشارت وزير الخارجية الإسرائيلي إلى عدن للبحث عن حلول أخرى تخشى واشنطن من خسارتها لتلك الأرباح المالية التي تحققها الشركة من عملية النقل وتقرر عدم التفريط فيها لصالح البريطانيين والنتيجة تقوم الحكومة الأمريكية بدفع شركة ألاسكا لإنشاء شركة طيران جديدة تحمل اسم شركة الشرق الأدنى للطيران للقيام بنقل يهود اليمن كانت الطائرات تحمل شعار خطوط ألاسكا الجوية ونتيجة لتغير السياسة الحكومة الأمريكية تم إنشاء شركة الشرق الأدنى للنقل الجوي تم تشكيلها خصيصاً لنقل المهاجرين وتم طلاء طائرات ألاسكا بالشعار الجديد وتم تسجيل أرقام الطيران الكوبي على ذيل الطائرة استغرقت تلك العملية وقتاً طويلاً جداً في تثبيت وتسجيل أوراق هذه الشركة لذلك تأخر نقل اليهود من عدن لعدة أشهر كان اليهود الذين يقومون بمغادرة مناطقهم يصارحونني بصراحة أنهم يخافون من قيام الوكالة والجمعية اليهودية في عدن من نهب ومصادرة أموالهم وامتلكاتهم الثمينة ولأنهم كانوا يثقون بي فقد سلموا لي كل أموالهم ويطالبوني بالاحتفاظ بها عندي وقبل موعد إقلاع الطائرة أقوم بتسليمها لهم دون علم مضغي الوكالة ما ذكره القريطي وجدناه في العديد من المراجع التاريخية ليهود اليمن وفي سجلات أرشيف الصحافة الإسرائيلية من بين تلك الوثائق استوقفتنا تلك الشهادات التي أوردها موشي جافرا في كتابه الحائز على جائزة رئيس دولة الكيان الصهيوني التقى المؤلف مع حوالي ألفين من يهود اليمن وكانت هذه خلاصة أحاديثهم بعد وصولنا إلى إسرائيل اكتشفنا أن إدارة المخيم وطاقم الطائرة سرقوا ما بحوزتنا من مجوهرات لقد قاموا أيضا بسلبنا عشرة آلاف مخطوطة يمنية وفي ظروف غامضة اختفى المئات من أطفالنا وزعموا أنهم ماتوا دون أن يدعونا نرى جثمانهم أو نعرف قبورهم حتى بكل تأكيد الحركة الصيونية ليست حركة أخلاقية أو حركة إنسانية فأن يتعرض يهود اليمن بعد التهجير لقدر من التمييز أو الاستلاء على أعمالهم أو حتى مخطوطاتهم إلى آخره يعتبر هذا شيئا طبيعيا جدا بالنسبة لتاريخ الحركة الصيونية في الرابع والعشرين من سبتمبر أيلول 1950 تم إغلاق المخيم وتصدرت عملية بيساط الريح أو على أجنيحة النصور أو البيساط السحري في يومها الأخير عنوين الصحف الإسرائيلية الانتهاء من عملية بيساط الريح تم إنفاق حوالي سبعة ملايين دولار على إنقاذ يهود اليمن تم تنفيذ الرحلة اللذيذة إلى إسرائيل في ظل ظروف صعبة المسافة بين النقطتين تشبه المسافة بين سويسرا وإسرائيل تنتهي اليوم عملية على أجنحة النصور بعد أن تمكنت حكومتنا من نقل أكثر من خمسين ألف يمني إلى إسرائيل ونحن في المرحلة الأخيرة من إنتاج هذا الفيلم طالع تلك المعلومات التي تحدثت عن مشاركة طيران النظام الإمامي في نقل اليهود جواه بحثنا عن مصدر آخر لتلك المعلومات التي نشرتها كاميليا أبو جبل في كتابها يهود اليمن وذكرتها أيضا الدكتورة خيرية قاسم في دراستها البحثية يهود البلاد العربية عن إقلاع الطائرة الخاصة بالإمام أحمد وعلى متنها عدد من اليهود من صنعاء إلى عدن في سبتمبر أيلول ألف وتسعمائة وخمسين حول هذه النقطة تحديدا نشرت صحيفة جيروسلين بوست في الخامس والعشرين من سبتمبر أيلول ألف وتسعمائة وخمسين عن مشاركة طائرة ملك اليمن الإمام أحمد في العملية وقيمها بنقل أربعة وعشرين يهوديا من صنعاء في الأسبوع الماضي هبطت طائرة ملك اليمن الإمام أحمد في مطار عدن وعلى متنها أربعة وعشرون من يهود اليمن قادمين من مطار صنعاء أنا أظن أنه أراد أن يؤكد نواياه الحسنة أو نياته الحسنة توجاه فكرة تهجير اليهود وفي مقابل أن يحصل أيضا على هذه الدرجة من الشرعية أو يحصل على المساعدات المالية بذلك تنتهي العملية وتنجح دولة الاحتلال الصهيوني بتهجير خمسين ألفاً ومائة وسبعة وخمسين من يهود اليمن خلال ما عرف بعملية بساط الريح وفقاً للسجلات الجهاز المركزي للإحصاء وصول أكثر من خمسين ألف يمني عبر خمسمائة رحلة جوية من عدن إلى تل أبيب صورة نادرة يعرضها متحف الشعب اليهودي للإمام أحمد ونجله الإمام البدر يلخص فيها تاريخ الرجلين بهذه العبارة في زمانهم سمح لليهود اليمنيين بالهجرة إلى إسرائيل هو أعتقد أن الحركة الصهيونية قدرت هذين الرجلين باعتبار أنهما قام بخطوة ربما لم تجرؤ دول عربية أخرى على القيام بنفس الخطوة يعني في حالات أخرى مثلاً مثل العراق مثلاً تم التفجيرات لكي يتم أو استهدافات لأماكن محلات يهودية أو مساكن يهودية حتى يتم تهجير يهود العراق إلى فلسطين وهذا طبعاً كله جاء بعد قيام الكيان لكن الهجرات الأكبر كانت تحدث من اليمن في الحقيقة يهود اليمن خصوصاً قبل قيام الكيان الإسرائيلي وبعد ذلك عامية الكبيرة التي تمت عامية 49 وخمسين في الحقيقة بالنسبة للحركة الصهيونية الإمام أحمد والده والإمام يحيى أديها خدمة يعني ربما تردد كثير من ملوك العرب في القيام بنفس الخدمة هنا نتساءل عن المكاسب التي نالها النظام الإمامي نتيجة لتواطؤه مع توطين اليهود في فلسطين لا شك أنه كان نصيب الإمام من هذه المبالغ نصيب كبير منها وبالتالي كان البعد التقاري أيضاً والحاضر جداً لدى الإمام في تلك العملية تتبعنا جزءاً من أموال تلك الصفقة التي حصل عليها الإمام أحمد من دولة الكيان الصهيوني تكشف هذه الصور عن نماذج من تلك الاستثمارات والممتلكات العقارية التي كانت تعود ملكيتها للإمام أحمد بن يحيى حميد الدين في مدينة عدن هنا التقينا بالباحث في شؤون الطائفة اليهودية حسين الوحيشي وسألناه عن تلك الاستثمارات وكان ينزلهم القريطي من صنعاء إلى تعز وكان يستقبلهم حاميم سروري شيخ الراهدة وحمود الربيدي عضو مكتب الصهيونية في عدن وكانوا يستقبلهم في الفيوش ومعسكر جعله وحاشد في الشيخ عزمان الإمام أحمد في تلك الفترة حاول أن ينفتح على العالم وكانت له استثمارات في عدن وكان من دوبينه الجبلي والوقيه وبذلك أشترى مجموعة عماير في المعلا والتواي وكريتر كبداية استثمار وانفتاح على العالم الآخر لم يخفي أنه حصل على أموال من الوكالة اليهودية والذي أبرم معها الاتفاق في عدن ولم يخفي أن العملية عادت إليه بعض الأرباح المالية لم يخفي ذلك وفي العشرين من نوفمبر تشرين الثاني ألف وتسعمائة وخمسين تكشف صحيفتها آريتس عن تلقي ملك اليمن الإمام أحمد سيارة أمريكية جديدة بقيمة خمسة وعشرين ألف دولار يبدو أن الوكالة اليهودية والتي عملت طويلا في اليمن كانت أكثر دهاءا حينما تمكنت من إشراك الإمام الأب والإمام الإبن وحاشيتهما في الشمال والحاكم البريطاني وأمراء وحكام السلطنات في الجنوب في عمليات تهجير يهود اليمن والنتيجة لم يقم أحد باتهام الآخر أمام الرأي العام اليمني بمساعدة إسرائيل على احتلال فلسطين أنا باعتقادي كل الذين كانوا حينها الأمراء والسلاطين والمشايخ الذين كانوا يحكمون السلطنات جنوب اليمن هم كانوا يفكرون بنفس عقلية الإمامة المسألة كانت بالنسبة لهم عملية تقارية بحتة فأنا باعتقادي أن هؤلاء الأمراء والسلطنات في لحق وأبيان وغيرها من المناطق اليمنية والسلطنات اليمنية حينها كان لهم دوافع اقتصادية وأيضا دوافع سياسية هذه الدوافع السياسية تتمثل بتنسيق مع البريطانيين والاعتمار بأمر البريطانيين مقابل الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها ومقابل بقعهم في عروشهم وفي كراسيهم حينها ربما كانت الرسالة الذي أراد الوالد أحمد أن يقدمها الناس أنه الكل كان متواطئ بدون استثناء من النخبة السياسية إلى موظفي دولة إلى موظفي نظام الكل كان متواطئ في تنفيذ أحكام الإمام أحمد وتنفيذ أوامره بعمليات مساعدة على ترحيل اليهود اليمنيين ربما من أكبر المساوى النظام الإمام يحيى والإمام أحمد تورطهم في مثل هذا العمل المشيين الذي مساهم بشكل أباخر في قيام دولة إسرائيل مساهم بشكل أباخر في انتزاع الأراضي من الفلسطينيين هذه الوصمة عار لا يكافيها أو لا تتوازم على أي مكسب أن يحققوا النظام الإمام في تلك المرحلة في حديثه معي أو في خلال مقابلة قال أنه ما قام به ما قام به من عمل من ترحيل اليهود اليمنيين إلى إسرائيل إلى فلسطين بأنه عمل مخزي وعمل عيب وأنه لو عاد به الزمن إلى ما كان عليه لما قام بهذه المهمة بنهاية عملية على أجنحة النسور وصل عدد المستوطنات اليهودية لليمنيين إلى 52 مستوطنة في جميع أنحاء إسرائيل لم تنتهي القصة هنا بعد مرور سبعين عاما تقوم جماعة الحوثي المعروفة بكونها الامتداد السياسية والطائفية والثقافية للنظام الإمامي باستكمال مسيرة أسلافها عبر تحقيق رغبة دولة الاحتلال الصهيوني في تهجير ما تبقى من يهود اليمن إلى الأراضي المحتلة ونتيجة لذلك يبدو اليمن اليوم ولأول مرة في تاريخه خالياً من معتنق الديانة اليهودية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة